بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات من فرض الله سبحانه وتعالى لصلاة للصلام في حادث الإسراء والمعراج شرع الله سبحانه وتعالى صلاة ما تسمى بصلاة العيد وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة في اليوم الذي وصل فيه إلى المدينة رأى أن لأهل الجاهلية يومان يلعبون فيهما ويحتفلون فيهما فقد بيّن للمسلمين بأن الله سبحانه وتعالى قد أبدلهم بهذين اليومين يسمى بيوم النحر وهو يوم الأضحى ويوم الفطر وجميعنا نعلم أن يوم عيد الفطر هو الذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الأضحى هو الذي يكون للعاشر من ذي الحجة فالله سبحانه وتعالى أبدل المسلمين بهذين يوما بعيد الفطر وعيد الأضحى وقد شرع الله سبحانه وتعالى في هذين اليومين ما يسمى بصلاة العيد سنتعرف اليوم على حكم صلاة العيد وعلى وقت صلاة العيد وعلى سنن صلاة العيد وكيفية أداء هذه الصلاة أما حكم صلاة العيد فهي سنة مؤكدة وقد شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة لأمرين مهمين وهما للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى اثنين تعظيما لعبادة الصيام وعبادة الحج وفرحا بهما إذن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أكد هذه السنة فقد بينا بأنه تم تحقيق أمرين مهمين وكثير من الأمور لكن من أعظم هذين الأمرين يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كون الصلاة هي فرض من فروض الله سبحانه وتعالى فهي نتقرب إلى الله بتطبيق هذه السنة اثنين تعظيما لعبادة الصيام وعبادة الحج كون الصيام هي أيضا ركم من أركان الإسلام والحج كذلك هو ركم من أركان الإسلام فنحن بقيامنا بصلاة العيد فنحن نعظم الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء شهر رمضان بصلاة العيد في عيد الفطر وفي عيد الأضحة بأن نقوم بهذه الصلاة في صباح هذين اليومين وفرحا بانتهاء الصيام وقيامنا بهذه العبادة وقيامنا بعبادة الحج أما وقت قيامنا بصلاة العيد يكون بعد طلوع الشمس يوم العيد بثلث ساعة إذن يكون بعد طلوع الشمس يوم العيد بثلث ساعة لا نقوم بصلاة فورة طلوع الشمس لكن بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تبدأ صلاة العيد وتنتهي إلى ما قبل صلاة الظهر بقليل إذن وقت صلاة العيد تقريبا هو طويل يبدأ من طلوع الشمس كما قلنا بثلث ساعة وينتهي قبل صلاة الظهر بوقت قليل أفكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين بين سبب ذلك لأنهما يوم فرح وسرور للمسلمين أما عن سنن صلاة العيد خلال أداء صلاة العيد فقد يفضل أداء صلاة العيد في الساحات العامة أو في خارج المدينة وذلك ليجتمع أكبر عدد من المسلمين ويشهدوا الصلاة ويعظموا هذه العبادة إذن من سنن صلاة العيد أثناء صلاة العيد أن يجتمع المسلمين في أماكن عامة في أماكن واسعة كل أماكن الموجودة مثلا في هذه الصلة ستكون في بداية الدرس حيث أن المسلمين اجتمعوا في مكان عام في ساحات عامة ليجتمع فيه أكبر قدر من المسلمين فلو أدوها في المسجد سيجتمع فيها عدد قليل لكن في الأماكن العامة يكون فيها أكبر عدد من المسلمين ليشهدوا هذه الصلاة ويقوموا على تعظيم هذه العبادة أما من السنن قبل أداء صلاة العيد واحد الإقتصال والتطيب من خلال الاستحمام ووضع العطار ثانيا لبس الجميل من الثياب بأن لا يذهب إلى هذه الصلاة وأن لا يقوم بأداء هذه الصلاة بلباس غير جميل غير مرتب لا يكون لباسه جميل من أحسن هذه الثياب ثلاثا الاكثار من التكبير في طريقه إلى المصلة أفكر صفحة 122 يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل مسلم تمرات وذلك لأنه يوم فطر وتأكيد لعبودية الله سبحانه وتعالى أما عن كيفية أداء صلاة العيد سنعلم بأن صلاة العيد تكون بعكس أو تختلف عن صلاة يوم الجمعة فصلاة العيد هي عبارة عن ركعتان تبدأ هذه الركعتان من غير أذان ولا إقامة يبدأ فيها الإمام بقول الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة ومن ثم في الركعة الأولى يقوم الإمام بعد تكبيرة الإحرام بسبع تكبيرات ما بين تكبيرة والثانية يقول المسلم المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذن يبدأ بتكبيرة الإحرام الله أكبر ومن بعد هذه التكبيرة يبدأ بسبع تكبيرات وما بين التكبيرة الأولى والثانية يقول فيها المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد التكبيرة السابعة يركع المصلي ويرفع من الركوع ثم يسجد سجدة ومن ثم يكبر تكبيرة القيام وما بعد تكبيرة القيام يقوم بخمس تكبيرات أيضا بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية بخمس تكبيرات يقول أيضا ما بين التكبيرة والثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويتم هذه الركعة بركوعه وسجيده ويسلم وبعد الانتهاء من هاتين الركعتين يغطب الإمام في الناس خطبة كخطبة الجمعة يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبتقوى الله سبحانه وتعالى إذن صلاة العيد ركعتان ومن ثم خطبة هذه هاتين الركعتين من دون إذان ولا إقامة تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام يبدأ بسبع تكبيرات ما بين تكبيرة والثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويركع ويسجد وعند رفوع رفعه بعدما يرفع من ركعة الأولى من السجود الثاني يكبر تكبيرة القيام من ركعة الثانية ما بعد تكبيرة القيام يكبر خمس تكبيرات يكبر خمس تكبيرات ويتم ركعته بعد الانتهاء من هاتين الركعتين يقوم الإمام ويقطب بالناس خطبة تسمى بخطبة الجمعة نشاط أفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد من حيث التكبيرات في الركعة الأولى والركعة الثانية اثنين وقت الخطبة الآن صلاة العيد من حيث التكبيرات في الركعة الأولى تكون تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية تكبيرة القيام أما في صلاة العيد في الركعة الأولى تكون تكبيرة الإحرام وتتبعها سبع تكبيرات كما قلنا ما بين التكبيرة الأولى والثانية سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر وبالركعة الثانية تكبيرة القيام ثم خمس تكبيرات أما في وقت الخطبة تكون وقت الخطبة لصلاة الجمعة تكون قبل أداء الركعتين أما صلاة العيد تكون خطبة الجمعة بعد الانتهاء من هاتين الركعتين اختبر معلوماتي صفحة 123 صلاة العيد حكمها هي سنة مؤكدة عدد التكبيرات في الركعة الاولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات وقتها بعد طروع الشمس يوم العيد بثير ساعة الى قبل الظهر بقليل السؤال الثاني لماذا تؤدى صلاة العيد في الساحات العامة كما قلنا ليجتمع اكبر عدد من المسلمين وليشهدوا هذه الصلاة اكتب صحيح اذا كان الموقف صحيحا وخطأ اذا كان غير صحيح الف ذهب زياد الى صلاة العيد بثياب متسخة خطأ با ادى عاطف صلاة العيد اكثر واكثر من التكبير وذكر الله تعالى صحيح جيم صام خالد اليوم الثاني من عيد الاضحى صحيح ها صلت مونة العيد واستمعت الخطبة ففعلها صحيح موسيقى موسيقى